ايه ده؟ شايفة كم ريأكشن عملتهم؟ نوجه تحية لسيفة يسرى حبيبت الملايين يعني ما فيش حد ما بيحبش يسرى بنوجه لها كل تحية طبعا يعني أنا طبعا خيانة عهد كانت العودة ليا العودة كانت عن يعني مع العدلية مع الأستاذ جمال العدل ومع يسرى ومع سامح عبدالعزيز فأستاذ عبدالعزيز جمعنا أنا مركز على التمثيل يعني أنا كان عندنا النهاردة ماتيريال كبير جدا بس أنا جبت المشاهد اللي بتطلع الممثلة لا فيه أداء يعني النهاردة حتى الزميل اللي بيقولولي على المشهد ده فيه ثلاث مشاهد في مشهد أو ثلاث ريأكشنات في مشهد ده أوله كمان لما هي بتوقعها وكده كان صعب جدا المشهد ده أنا كنت حامل على فكرة انت حامل في الحقيقة وكان لازم عقف المشهد وأنا مش قيلة أصلا لحد أن أنا حامل بس هي سيفا كانت خايفة عليها طول الوقت وبصراحة هي هي بتدلعني أولي فالمشهد ده أكيد هو الدور كله كان صعب ومركب واحدة بتحب واحد أنا بحب ابنها وصغر مني وبتعلمه الإدمان وكده فمدمنة يعني الباكجراوند بتاعها أصلا كمان حاجة ضمار ده بصراحة مشهد من المشاهد فالناس كلها سوري الناس كلها جت بتقول ليه هي بتأذيها مش عالفين أصلا الشخصية كانت طيبة ولا شريرة مش عالفين نتعاطف معها ولا نكرهها ده سؤال مهم لأننا دائما بقول ما فيش حد شرير في المطلق ولا حد خير في المطلق كلنا جوانا خير وشر بس بنسب معينة في ناس بيبقى الشر عندها أكتر في ناس الخير أكتر بس كلنا جوانا الاتنين أنت طلعتي كله في المشاهد أنا بحب الشخصية دي قوي الشخصية دي على فكرة كانت أربع مشاهد على الورقة وبعدين وأنا كان معروض عليها حاجة تانية مش ده فأنا قلت أنا عايزة الدور ده ينفع يكبر ينفع كذا فقالولي آه فاشتغلنا كتير على الدور ده وأنا حبتها بشرها بمشاكلها بإدمانها أنا حبتها وأحبت أديها مبررتها لأنها لازم أديك عشان أحبها لازم أديها مبررتها فيكت متسامحة أول في كل شيء يعني هتديها مبررتها حتى في حتة الشر اللي عملتها طب أقولك على حاجة والله الناس ما قدرت تكرهها ما هو ده اللي احنا بنقوله يعني حتى زميلك كانوا بيقولوا تتحب في ناحية وفي ناحية ما تتفهمش لأنها حقيقية 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 جداً زي أي واحد له وعليه يعني زي أي حد له وعليه يعني له وعليه بالضبط يعني فأنا حاولت أخليها حقيقية على يعني على قد ما أقدر يعني فيه أحياناً كنت مثلاً بمثل بتكلم التليفون مع خالد ابنها فأنا بروح في حتة تانية وبقول حاجات زيادة فلما يجو يوقفوني يسامح يتدايق ما حدش يوقفها زي بوها تمثل لأن أنا بحس أن أنا لازم دلوقتي أقول كده هي آه بتحب أهو أصغر منها تعفوا وإحنا بنرجع الحلقة النهاردة كان بيننا حاجتين إما إن إحنا نجيب مشاهد تمثيل بالشكلة التي تعلق عليها وإما نقعد نتكلم بقى عن الطبخ والبطاطس والحاجات اللي بيجيبوا الفنين يتكلموا فيك بس اللي إنا اللي إنا إنه فعلاً القيمة الحقيقية في استضافتك هو إن إحنا نوري الناس إزاي التمثيل بيطلع يعني إزاي طلعتي الحاجات دي من يوم ما ابتديتي لحد النهاردة لذلك يعني دلوقتي عايزك تاخد نفس عميق بقى عشان محضر لك مشهد أنا شخصياً بحبه جداً ممكن أقول حاجة؟ اتفضل بس أنا بحس إن لسه جوايا كتير حاجات أنا ما طلعتاش إحنا مستنين يعني إحنا ده اللي إحنا مستنين لحسنة ده ولا حاجة جنب اللجوية